يا ليل طوّل ساعتك يا ليل ابن العاكم يا ليل طوّل ساعتك يا ليل ابن العاكم لوباً باعت الوليان تتولى بالعدوان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبداً ما بقيت وبقي الليل والنهار عظم الله أجورنا وأجوركم الخصومة بين الناس سواء على المستوى الفردي يعني بين شخص وشخص أو على مستوى جماعي يعني بين مجتمع ومجتمع أو مجموعة من الناس تتشكل بشكل جمعية أو حزب أو دولة أو غير ذلك هذه الخصومات أمر طبيعي في الواقع البشري مدام أن فيه ذاتية يعني مدام أن الإنسان عنده رغبة في أن يحقق لنفسه الامتيازات ولو على حساب الآخر لأن هناك تنافس بين الناس على الشيء الواحد وبالتالي لابد أن تقع الخصومة مدام أن الشيطان موجود ووساوسه موجودة لابد أن تقع الخصومة مدام أن الناس في أسلوب تعبيرهم في طريقة تعاملهم قابل أن يحصل منهم خطأ قابل أن يحصل منهم وهم على سبيل المثال ما يعرف يبين مراده فبالتالي تقع الخصومة وهكذا بالتالي العوامل المؤدية إلى وقوع الخصومة بين الناس متوافرة ومدام في مجتمع بشري حتى لو شخصين مثل أخوان اثنين وهما ابني آدم تقع الخصومة قد يكون كلاهما باغيا على الآخر أحدهما باغيا على الآخر ولربما كلاهما غير باغيين صار سوء تفاهم هذا تصور بشكل وهذا تصور الأمر بشكل آخر وبالتالي الخصومة تقع تقع بين البشر يبقى أن هناك معالجات لهذه الخصومات هناك توجيهات أخلاقية في حال وقوع الخصومة هناك آداب معينة يتأدب بها الإنسان هناك أحكام شرعية تترتب على الخصومات وهكذا هذا هو المطلوب بحيث أنه بالنتيجة نخفف من حصول الخصومات ثم نعالج هذه الخصومات لو أنها وقعت على سبيل المثال من أسباب وقوع الخصومات البغي يعني عدوان أحد على الآخر يبغي عليه الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يقول لنا وإن كثيرا من الخلطاء مو الكل لكن الكثير وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي وفي نوع من التأكيد هنا ليبغي باللام ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل معهم هذا النموذج هذه الفئة اللي هم المؤمنين العاملين للصالحات اللي عندهم منسوب التقوى والطهارة الروحية اللي تكلمنا عنها بالأمس هذين عددهم شنو قليل وبالتالي يسعون إلى عدم حصول البغي فمدام ما في بغي احتمالات الخصومة أيضا شنو تنزل طيب ولذا مدام هذا الشيء متوقع سنجده موجودا حتى بحضور رسول الله صلى الله عليه وآله يعني حتى بحضور القائد اللي هو بمستوى النبي صلى الله عليه وآله الخصومة تقع مع أن النبي صعو آله بشخصيته بالكارزما مالته بقوته بارتباطه بالغيب بنزول القرآن عليه بطاعة الناس له بالتربية الإيمانية والروحية اللي كان يمارسها مع كل هذا كانت تحصل خصومات في المجتمع المدني انتوا لاحظوا الحالة الراقية اللي قدر النبي وصلها للمسلمين بحيث الله سبحانه وتعالى يقول بأنهم بأن أهل المدينة استقبلوا المهاجرين وفضلوهم على أنفسهم بحيث أنهم لم يجدوا في صدورهم ماذا حاجة ولو إن كانت هي الحالة حالة شنو خصاصة يعني أكو حاجة ذاتية ولكن مع هذا ما كان عندهم حرج من أن يقدموا المهاجرين على أنفسهم هذه الحالة الراقية اللي وصلها النبي المسلمين إليها هذه الحالة الراقية ما منعت أن تحصل بعض حالات الخصومة مدام أن الأنانية موجودة حب الدنيا موجودة وساوس الشيطان موجودة شوفوا معي هذا الخبر صلى على محمد وعلي محمد أنا قبل ما أقرأ الخبر بس معلومة هكذا في البين سمحت شيخ أب القليل ذكر قضية الحوت حوت النبي يونس مرة يعني واحد من الأخوان المصريين قال أنا ملحد ولد شاب يعني فطرح مجموعة من الإشكالات وكذا فكان واحدة من الإشكالات اللي طرحها قال علم الأحياء أثبت أن كل الحيتان فتحة البلعوم عندهم ما تتعدى عشرين سانتي إلى اثنين وعشرين سانتي كيف بلع هذا الحوت يونس عليه السلام شنو الخرافة هاي لاحظ فتحة البلعوم اثنين وعشرين سانتي يعني هالطول شلون إنسان يلج يعني يقول لا تطالع الحوت حلجش كبرى وكذا فتحة البلعوم عنده ضيجة شلون دخل هذا فهذه واحدة من الأساطير أنا صراحة أتورط ما عندي هالمعظم يعني ما عط أول مرة اسمع شي جديد المهم فكانت الإشكالات كثيرة جدا بحيث هو نسه هذا الإشكال بس أول ما سكر الباب طلع طبعا سمعت إجابات كثيرة على إشكالاته طلع مرتاح يعني قال أنتو غير عن جماعتنا أنتو عندكم إجابات كثيرة على أسئلة وكذا ارتحت أنا وهذا طلع هذا السؤال النساء وأشوى أن النساء أقول لهم ورطة يعني المهم أول ما طلع فتحت حجي جوجل وسيرتش على طوف وتبين فعلا إن كل الحيتان ما عدا نوع واحد يسمونه سبيرم ويل سبيرم ويل سبيرم أجلكم الله يعني مثل المنيه هو شكله مثل كذا يعني نحناء جسمه هذا الوحيد اللي فتحت البلعوم مالته تقدر أنه تبلع حجم الإنسان أكبر بس يعيش في القيعان يعني فهذا موجود إذا تدخل على موسوعة الأحياء العلمية راح تلقى بأن هذا النوع من الحيتان هو الوحيد اللي عنده قدرة وبالتالي أصل الفكرة ما نقدر شنو ننفيها وقد يكون من الحيتان اللي انقرضت من يعني الكائنات الحية اللي انقرضت في زمن ما كما انقرضت كثير من الحيوانات صلوا على محمد هذا بس من باب الشيب يعني ذكرته حتى سبحان الله لو أثيرة هذه الإشكالية يكون في باركم عن زيد بن أسلم شوفوا الآن في مجتمع النبي صلى الله عليه وآله وشلون تصير خصومة بس يبي له يكو ناس يشعلون مثل هذا الفتيل عن زيد بن أسلم قال مرة شاس بن قيس شاس أو شأس وهذا اسم يهودي إلى الآن يعني عند الأمريكان مثلا كذا تشوف اسم شاس موجود يستعمل عند اليهود وكان شيخا قد عثى يعني طعن في السن كبير كل شيء عظيم الكفر شديد الضغن على المسلمين شديد الحسد لهم مر شنو على نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله من الأوس والخزرج في مجلس قد جمعهم يتحدثون فيه وقبل فترة قصيرة جدا كانت الحروب بينهم طاحنة يقول شهرين حرب بعاث آخر حرب بينهم شهرين يقعدوا يستعدون لها شهرين يستعدون لهذه الحرب واليهود شكان يسوون متحالفين مع هالطرف وقسم الثاني متحالف مع ذاك الطرف هذي له يعطونهم سلاح بالقرض وهذي له هم شنو يعطونهم سلاح وذي له يطاحنون فيما بينهم ولا تسمع أنه بيوم من الأيام اليهود على انقساماتهم ثلاث قبائل رئيسة كانت موجودة ولا مرة تسمع أنه صار بينهم حرب كانوا متفاهمين فيما بينهم يعني فيهم نزاعات وحسد وكذا موجود ولكن خلاص حتى يأمنون مجتمعهم بينهم اتفاقية ما يتعدون على بعض لكن هذي له الأطراف بينهم بين بعض على طول فهذا دخل يقول قبل كم سنة ذي له يتقاتلون ونحن نلعب فيهم مثل هذه الألعاب التي تربط بالخيوط شون تحركها البوبتس ذي له أي نعم فيقول فغاضه ما رأى من جماعتهم وألفتهم وصلاح ذات بينهم على الإسلام طبعا الله سبحانه وتعالى لو أنفقت ما في الأرض ما ألفته يعني هذا كله توفيق من الله سبحانه وتعالى لكن الوسيلة كانت النبي صلى الله عليه وقا بعد الذي كان بينهم من العداوة في الجاهلية فقال قد اجتمع ملأ بني قيلة قيلة هذه أم ينسبون ينسبون إليها فيقولون إن سهراء قالت إيها بني قيلة هذه الأوسو الخزرج عندهم يد ينسبون إليها هذا اسمها قد اجتمع ملأ بني قيلة بهذه البلاد لا والله ما لنا معهم إذا اجتمع ملأهم بها من قرار أوضعنا تكون مضطربة فأمر فتى شابا من يهود كان معه قال فاعمد فاجلس إليهم ثم ذكرهم يوم بعاث وما كان فيهم ذكرهم هذا فلان ذبح أبوك هذا فلان ذبح أخوك وهذا وأنشدهم بعض ما كانوا تقاولوا فيه من الأشعار وتتعرفون تأثير الشعر كأنه سهم بالنسبة للعربي تيب لبيت كأنك ضربته بسهم وكان يوم بعاث يوما اقتتلت فيه الأوسو الخزرج فعلا هذا الشاب يقول ففعل راح وقعد بين الملأ هذا من الأوسو الخزرج المتحبين على سررين متقابلين قعد وأحدث هذه الفتنة فتكلم القوم عند ذلك شيشهم كلهم على بعض وفعلا هذا نقز وذاك نقز وهذا رد عليه وذاك قال فتنازغوا فتنازعوا وتفاخروا حتى تواثب رجلاني من الحيين على الركب أو على الركب يعني كأنه ينزل أكو حركة مرات تشوفونها عند بعض القبائل لمن يبي سوي شيء أو يبي ينخى شي سوي ينزل يقعد على ركبه ويرفع وكأنه يطلب النصرة بهذا الشكل أوسو بن قيضي أحد بني حارثة بن الحارثة بن أوس هذا أوسي وجبار بن صخر أحد بني سلمة هذا من الخزرج فتقاولا هذا جابل الثاني هذا يقول ثم قال أحدهما لصاحبه إن شئتم والله رددناها الآن جذعة يعني نرجعها قوية في الصراع مثل ما كانت شابة قوية وغضب الفريقان وقالوا قد فعلنا يلا السلاح السلاح وموعدكم الظاهرة والظاهرة الحرة الحرة اللي هي الأرض البركانية الأرض المغطات بالحمم البركانية هناك إذا تروح المدينة بس تطلع من المدينة باتجاه مكة تشوف الأرض سودة سودة كتل حجرية سوداء أو إذا نازل بالطيارة تشوف المدينة مملوء بها هذه يسمونها الحرة يعني الأرض المليئة بالحمم البركانية الجافة طيب إن شئتم والظاهرة الحرة فخرجوا إليها وتجاور الناس يعني كل واحد يطلب النصرة فانضمت الأوس بعضها إلى بعض على دعوتهم التي كانوا عليها في الجاهلية طيب النبي صلعه قاله عرف بهذا الأمر فخرج إليهم في من معه من المهاجرين من أصحابه حتى جاءهم فقال يا معشر المسلمين الله الله أبدعوا الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد أن هداكم الله تعالى إلى الإسلام الحين وأكرمكم به وقطع عنكم أمر الجاهلية واستنقذكم به من الكفر وألف بينكم ترجعون إلى ما كنتم عليه كفارا هنا كانت هذه الكلمات من النبي مثل الصدمة كوقع الصدمة على الأوس والخزرج فعرف القوم أنها نزغة من الشيطان وكيد من عدوهم لهم فألقوا السلاح من أيديهم وبكوا وعانق الرجال من الأوس والخزرج بعضهم بعضا ثم انصرفوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله سامعين مطيعين وأطفأ الله عنهم كيد عدوهم وعدو الله شاس بن قيس فإذا مدام في مثل هالنموذج يصير تصير خصومة مدام الشيطان موجود تصير خصومة مدام إن في ثارات وفي تاريخ وفي عوامل كثيرة لابد أن تحصل خصومة نعم يبقى عندنا مجتمع واحد مجتمع واحد فقط هو الذي لن تجد فيه خصومة وهو مجتمع أهل الجنة جعلنا الله وإياكم من أهل هذا المجتمع بحق محمد وآل محمد اللهم صلى الله عليه وآله 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 حين شلون طيب الشيطان مو موجود بس بالنتيجة أكو الذات وأكو واحد أشياء يعني نفس الإنسان إذا بيتكلم هنا بيتكلم هناك ممكن يتكلم تصير منا غلط كذا شلون لا بعد هذه في معالجة إلهية شلون هذه المعالجة الإلهية ما حد يدري ولذا الله سبحانه وتعالى يقول إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين في أمان أمان روحي وأمان جسدي أمان من المرض أمان من العدو أمان من الاعتداء على بعضكم البعض أمان من الفقر أمان من الحزن أمان من الاكتئاب أمان من كل السلبيات ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا أكو إجراء إلهي شلون ما ندري ونزعنا ما في صدورهم من غل فشي صير هنا لمن ينتزع هذا يتحولون إلى ماذا إخوانا على سرر متقابلين ساعتها يتكلمون ويتعاملون مع بعض ما يحصل بينهم أي نوع من الخصومة طبعا اللي يحب الخصومات ويحب يسوي مشاكل يقول مخوش مكان هذا مخوش مكان الرحمن يعني أروح الجنة وبعدين ما أقدر أخرب بين أحد ما أقعد أضحك عليهم إذا شفت الجنة إن شاء الله طيب الأسوأ من الخصومة الأسوأ من الخصومة الفجور في الخصومة هذا أسوأ من الخصومة والفجور بالخصومة بمعنى ماذا بمعنى أن الإنسان يعتبر بأنه قد رفع عنه القلم وهذا مصطلح جدا خطير للأسف حتى إحنا مرات نستعملها مثلا البعض يقول ليلة تسعة ربيع وياي بعد قريب ما أكوه يعني فترة ليلة تسعة ربيع سووا اللي بتسوونه لأن هذه الليلة يرفع فيها القلم هذا مصطلح جدا خطير وهو مصطلح يفتح باب الشر على الإنسان والعقوبة على الإنسان رفع القلم بمعنى أن الإنسان غير محاسب يعني كأن الملائكة اللي يكتبون ويسجلون الأعمال لك ساعة شي يسوون إجازة يطفون الكمبيوتر ما يتسجل شيء هذا كلام مصحيح ماكوش يسمى رفع قلم نعم إذا الإنسان مجنون فقد عقله التكليف مرهون بوجود العقل أما إذا الإنسان عاقل إذا إنسان مكلف فمو منحقنا نقول مرفوع عنا القلم شون يعني مرفوع عنا القلم ما لا معنى هذا الكلام رح يكون مسؤول محاسب وبالتالي يقول بأن عند الخصومة كأن يرفع القلم بمعنى أن من حق أن يفعل ما يشاء وهذا اللي لما نقول يفعل ما يشاء يعني لا في تقوى لا في أخلاق لا في شرف لا في ميثاق لا في أي قيمة من القيم اللي تربط الناس ببعضهم البعض وبالتالي هنا يعتبر أن من حقه مدام في خصومة أن يكشف الأسرار وهذا للأسف وين يصير بين الأزواج مثلا غياله زوجته وطبعا لما ينفتحون على بعض بحياة أسرية داخل بيت واحد كل واحد يعرف سلبياته الثاني وممكن كان عنده أهو أسرار في الماضي إيه يتحفظها وممكن إيه يكان عندها أسرار في الماضي أهو يحفظها وإذا صار نزاع بينهم لا سمح الله أو طلاق إذا عنده أو عندها فجور في الخصومة ساعة هاش يصير تنفتح الملفات وتندزل واتسبات أنتوا تتصورون أن من شوية أنا طلقتها تدرون هذي شمسة ويقبوا كذا 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 وهي هم نفس الشيء وهكذا بين الناس اللي عندهم على سبيل المثال عمل جماعي قد يكونون أحزاب أو ما يشبه الأحزاب تشوف واحد وياهم يشتغل ويطلع على أسرارهم بس يتصارع معاهم يختلف معاهم يطلع ينسحب منهم يبدأ يطلع على أسرارهم ويتكلم وكذا وبالتالي هذا هذه واحدة من مظاهر الفجور في الخصومة بعد الإساءة إلى العرض والدين يعني هذا أكثر شيء بيسقط الإنسان في هالمجالات هذه فحتى لو الناس ما تصدق على الأقل مجرد أن الناس تلوكوا بهذا الكلام يكفي أن تسقط شخصية هذا الإنسان تحسبون هذا مدين هذا اللي على طول بالمسجد ولحيته ما دري طول هكذا وعلى طول هذا هذا فعلته تركته كذا 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 وبالتالي يسعى أن يسقط يسقط شخصية هذا الإنسان بعد أحيانا يصير استخدام الرشوة وشهادة الزور في المحاكم رشوة القاضي الاتفاق مع المحامي على بعض الأمور الكاذبة لاتهام الزوجة حتى الزوج ياخذ اللي يبيه أو إهية التهمة بأمور إنه هو عنده تعاطي مخدرات مثلاً أو غيره حتى تاخذ حضانة الطفل على سبيل المثال وخلاص تنفتح ذاك الساعة كل التصورات والاحتمالات إذا الإنسان ما عنده تقوى ما عنده أخلاق ما عنده شرف ويعتبر أنه عند الخصومة مرفوع القلم هذا غير اللي يلجؤون للسحرة والمشعوذين على أبونا تيتفرق بين المرأة وزوجها وذاك يلجأ إلى على سبيل المثال الاتهامات يحط له تشيس مخدرات بالسيارة ويروح يدز المباحث عليه ويعتقلون وأشياء رهيبة وتشوفه يسوي كل هذا بدن بارد ليش يسوي بدن بارد لأنه عنده هنيف الداخل بأنه عند الخصومة كل شيء مباح لك مدام هذا خصمك فكل شيء مباح لك الآن لاحظ كلمات النبي صلى الله عليه وآله التالية في بيان أن الإنسان الذي يعيش مثل هذه الحالة هو شبيه بمن؟ عنه صلى الله عليه وآله أربع من كنا فيه فهو منافق يعني اللي يجمع الأربع خصال مو أن تكون عنده وحدة منهم اللي يجمع الأربع خصال مع بعض فهو منافق بأي معنى منافق؟ بمعنى أنه أن الإيمان لم يستحكم في داخله هذا الإيمان مو مستحكم هو قشرة ظاهرة مؤمن لكن في الواقع هو مو مؤمن وإن كانت فيه واحدة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها وإذا ما جمع كلها الخصال وإنما فيه وحدة منهم بس فحين ذاك عنده خصلة من خصال المنافقين وإذا ما تخلى عنها سيموت وعنده خصلة من خصال المنافقين الآن مصيره شنو يوم القيامة حسابه شلون يصير موضوع ثاني شنو هذه الخصال من إذا حدث كذب هذا واحد من إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر وإذا خاصم فجر عنده فجور في الخصومة يعتبر أن الخصومة تبرر له ما يفعل الآن شوف معاي هذا المشهد التاريخي في كتاب مجمع الزوائد للهيثمي في صحيح البخاري مستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري سنن الترمذي بألفاظ مختلفة واللفظ الذي ساتي به من كتاب مجمع الزوائد عن بريدة بريدة من صحابة النبي صلى الله عليه وآله يقول أبغضت علي بغضا لم أبغضه أحدا قط هذا طبعا موقف الأول فصار عنده حالة شنو خصومة مع الإمام علي عليه السلام قال وأحببت رجلا من قريش طبعا الرواية الثانية تذكر منه اسمه أنا ما أدري وهو ما ياب اسمه الراوي ما ياب اسمه المؤلف ما ياب اسمه اللي كتب الكتاب ونسخما ياب اسمه شالو الاسم المؤلف وأحببت رجلا من قريش لم أحبه إلا لم أحبه إلا على بغضه علي لم أحبه إلا لأنه يبغض من علي قال فبعث ذلك الرجل على جيش النبي صرع وقال قال عندك مهمة عسكرية روح فصحبته ما صحبته يعني ما خرجت معاه لقتال إلا ببغضه علي يعني شذي كانت الحالة مستحكمة بحيث كان يحب رفقة هذا الإنسان لأنه بغض علي علي وهني واضح بأن القضية شنو إنه أكو ذكر لهذا البغض أكون عكاسات يعني يروح معاه يأنس يسمع مننا كلام كذا كذا فبالتالي يرتاح نفسيا المهم قال فأصبنا سبايا صار الغزو كذا وصار في أسر ومن ضمن الأسر صار في نساء سبايا فكتب هذا القائد العسكري كتب رسالة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ابعث إلينا من يخمسه كل غنيمة غنيمة أول شيء يطلعون خمسة لله لرسوله لي 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 كما في الآية القرآنية بحيث يعني رئيس الدولة الإسلامية يقسمها حسب المصلحة اللي يشوفها هذا الخمس الأربعة أخماس من الغنيمة تتوزع على المقاتلين فهذا يقول إحنا نبي نقسم كانوا على طول يحصون غنيمة يوزعونها فنبي نقسم الغنيمة على هذا والنبي صلى الله عليه وآله ما عطى صلاحية لقائد هذا الجيش أن يقسم الغنيمة ما عطى الصلاحية ابعث إلينا من يخمسه قال فبعث علي هنا المشكلة هنا المشكلة أن هذا اللي يه على أساس يخمس ياخذ فبالتالي أنتوا تدرون في الغنائم الأشياء مو متساوية مع مثل مثل مو هي قضية ألف دينار وتقسمها عشرين 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 مو بها الشكل هذا طويل هذا قصير هذا كذا فبعث علي ثم يروي كيف أن صار خلاف بين هذا القائد والإمام علي عليه السلام لمن الإمام علي طلع الخمس واختار لنفسه صفية من بين هذا الخمس قال فكتب الرجل إلى نبي الله صلى الله عليه وآله يقول كتب رسالة القائد هذا وهو يشتكي على الإمام علي عليه السلام مع أن المفروض مدام أن الرسول بعث علي المفروض أن الإمام علي يعني يقبل لأنه عنده صلاعيات ليش أنت تحتج لكن حالة شنو الخصوم اللي في قلبه حالة العدم الحب اللي عنده تجاه أمير المؤمنين خلاه يشتكي على الإمام علي عليه السلام فكتب الرجل إلى نبي الله فقلت الآن شوف هذا بريدة فقلت ابعثني مصدقا أنا أنا أشيل الرسالة حتى لما نروح هناك كلما أقرأ شيء هذا وأقول شنو صدق صاحبي صدق فعلا علي سوى كذلك فعلا علي كما قال وفعلا أخذ الرسالة وصل عند النبي صلى الله عليه وآله وفتح الرسالة قال هذه شكوى من قائد الجيش قال فجعلت أقرأ الكتاب وأقول صدق فعلا مثل ما قال قال فأمسك يدي والكتاب والنبي صحيوان هذا من شاف هذا شفي يعني شنو شنو هالحالة اللي عندك انت اللي متفاعل بهذا الشكل شاط روحك يعني وياي من هناك وتشتكي مسك ايده ومسك الرسالة معاها وقال أتبغض عليا أتبغض عليا قال قلت نعم قال فلا تبغضه وإن كنت تحبه فازدد له حبا شون انت تتصرف بهالطريقة هذه فوالذي نفس محمد بيده صلى الله عليه وآله لنصيب آل علي في الخمس أفضل من وصيفه هذا اللي أخذه ولا شيء من استحقاقه انت يا تشتكي عليه وتشتكي عليه بغضا وفي رواية أخرى للهيثم فرأيت الغضب في وجه رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت يا رسول الله هذا مكان العائد يعني أنا استجير بالله من أنت تكون شنو المعصب عليه بعثتني مع رجل وأمرتني أن أطيعه من هذا الرجل القائد هذا ففعلت ما أرسلت به يعني أنا مأمور يعني يقلع بعد أول شيء قال إيه أنا ما أحب علي وكذا الآن شيء يقول يقول لا أنا مو كيفي أنا كذا ففعلت ما أرسلت به فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لا تقع في علي فإنه مني وأنا منه وهو وليكم بعدي هذا النص في مجمع الزوائد للهيثمين وفي الكتب الأخرى الرواية أطول وأكثر وفيها شوية اختلافات بس بالنتيجة قال بريد بعدها فما كان أحد من الناس بعد قول رسول الله صلى الله عليه وآله أحب إلي من علي يعني بريد كان عند اشتباه ما كان فاهم الأمور عدل بمجرد ما وجه النبي صلى الله عليه وآله استقام وفعلا بقي نصيرا لأمير المؤمنين علي عليه السلام واشترك معه في قتاله في صفين وغيره وكان من أنصار أمير المؤمنين وتوفي على ما في بالي في مرو مرو اللي هي راح له الإمام الرضى عليه السلام اللي استدعي إليها في تركمنستان حاليا يعني شمال شرق مشهد في جمهورية تركمنستان هناك كانت طبعا في غزوات وكذا للمسلمين فكانت هذه واحدة من المدن المفتوحة إسلاميا فكانوا يحتاجون إلى الصحابة وكذا اللي عندهم خبرة ومعلومات ودين وكذا فهو كان رايح هناك واستقر وتوفي هناك تقريبا سنة ستين هجرية أو واحد وستين الغريب أن الفجور في الخصومة أشد حالاتها تصير بين الأزواج وبين الأقارب أشد أنواع وصور الفجور في الخصومة تصير بين الأزواج وبين الأقارب وهذا شيء مشهود وملموس وفي إحصائية لوزارة العدل عن حالات الطلاق عليكم السلام وارتدادات حالات الطلاق وأسبابها وكذا تأكد على أن أشد أنواع الخصومة هي التي تكون بين الأزواج يعني بعد مثل ما يقولون الجربة شنو؟ تنبط وبالتالي كل واحد يفتح لنفس المجال أن يتحدث على الآخر بما يشاء وهذا طبعاً رح يصير أسوأ وأقبح أنواع الفجور في الخصومة لأن المفترض أن بين الأرحام أكو محبة وأكو تواد وأكو تعاون وأكو تعاضد والمفروض أن بين الزوجين شنو أكو؟ مودة ورحمة الله سبحانه وتعالى يقول من تأسسون بيت زوجية أنا أضفي على بيت الزوجية مودة ورحمة هل تتفق الفجور في الخصومة مع المودة والرحمة؟ واضح أنه ما يتفق ولذا هو من أقبح صور وأشد صور الفجور في الخصومة أن يكون بين هالأطراف هذه لأن شيء ما المفروض يصير على خلاف فطرة الإنسان في القرآن الكريم عندنا صور عديدة للفجور في الخصومة في مثل هالحالات في قصة النبي يوسف عليه السلام امرأة العزيز أول ما قالت إيه هذا الولد أبيه لما زوجها ياب يوسف عليه السلام من الأسر واشتراه استانستهينا هذا قال لها نتخذه ولدا كذا المهم يفيدنا هي استانست فجعلته كالولد ثم بعد ذلك عشقته يعني أكو عنوانين المفروض أن يمنعونها من شنو؟ من الفجور في الخصومة هم اتخاذ ولد في المرحلة الأولى ثم حبها الشديد له ورغبتها شديدة فيه لكن تعال شوف وَلَقَدْ رَاوَدَتْهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمْ وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمْ وَلَا إِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّهُ وَلَيَكُونَنْ مِنَ الصَّاغِرِينَ إِلَّا أَسْجِنَةُ وفي تأكيد هنا باللام وتأكيد بنون التأكيد وَلَيَكُونَنْ مَرَّةَ ثَانِيَةَ فِي تَأْكِيدَينَ من الصَّاغِرِينَ يعني أَسْجِنَةُ وَأَذِلَّ ذِل شديد هذا شنو؟ فجور في الخصومة لما نزعلت خلاص خذت هالقرارات عيل وين ذاك الحوب وين كذا هنا الذات تبرز ليش؟ لأنه ما في تقوى لأنه ما في شرف ما في أخلاق الله سبحانه وتعالى ينبهنا في سورة البقرة في أحكام الطلاق وَإِذَا طَلَّقْتُ مِنْ نِسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنْ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ أو سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا ديروا بالكم لا تخليها معلقة أنت مات بيها بس شا تقول ما طلقك يخليها تطلق توصل بعدتها قريب تبي تنتهي العدة والعدة الرجعية يتصل فيها هلو فلانا نعم رجعتك أنت زوجتي شرعا هي زوجته شرعا هي زوجته لأن فترة العدة الرجعية هي كالزوجة فبالتالي عنده مجال قبل نهاية العدة يرجعها فهو ما رجعها حبا فيها ولا يرجعها للبيت ويسكنها وينفق عليها ولا راح يعاشرها ولا شيء بس لمجرد أن شنو يخليها معلقة قالوا رجعتك سكر التليفون الله سبحانه وتعالى يقول وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا يعني من أجل الإضراء إذا بترجعها رجعها علشان تعيد بناء البيت الزوجي أما ترجعها عشان الضر فيها انتبه الله فوقك راح ينزل فيك بلاء ما تعرف أولا من آخرة وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَاللَّه سبحانه وتعالى ينبه أهل الزوج وأهل الزوجة مرات الزوج خيخة ومرات الزوجة كلمة توديها وكلمة ييبها من اللي يسوون المشكلة ويكبرونها ويضخمونها الأهل وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنْ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنْ إِذَا تَرَاضَوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ يعني انتهت العدة صارت مطلقة بعد مدة حنلها وَهِي حَلَّتْلَا وَقَالَتْ حَقْ أَهَلْهَا يُبَى يُمَّةَ تَرَفْلَانَ رِجَعْ يَتْصَلْ فِينِي يَدِزْلِي وَتَسَبَّاتِ يَتُودَّدْلِي يَيْقُلْ أَنَا أَبِيْجْ مُقَادْرَ عَلَى أَفْرَاقِجْ خَلْنَيْرْجْعْ نَتْزَوَجْ مَرَّةَ ثَانِهَا إن شاء الله نصلح كذا كذا أهلها شي يسوون مستحيل لو يحفر الأرض لو يطلع لسابع سماء ما ترجعين لانتهى إن زوجة سيد سيدة وروح منها الكلام هذا وتصير المشاكل هذا من وين؟ هذا من الفجور في الخصومة أحيانا نعم إذا الأهل بشخصين وضعية معينة في هذا الشاب موضوع آخر عند مرض نفسي هذا الشاب يبي ينتقم منها كذا موضوع آخر لكن نقول إذا بينهم وبين الله ما في سبب لإرجاعهم لبيت الزوجية مو من حقهم يصرفون بها الطريقة الوقت أدركنا حتى نختصر هذه بعض الأمثلة وما نستغرق فيها طيب الآن التوجيه الإلهي توجيه الله سبحانه وتعالى إن إذا وقعت الخصوم واحد واحد توجيه أخلاقي يذكرنا الله سبحانه وتعالى بأخلاقنا وقيمنا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله يعني شنو؟ يعني الله سبحانه وتعالى من خلال ما في القرآن وتعاليم النبي صعي وآله وسنته وأهل البيت عليهم السلام والذي قدموا لنا إياه أعطونا الطريج في الحياة نحاول من خلاله أن نريح بالنا في الحياة في الدنيا نخفف على روحنا ضغوطات الحياة هذه من نتائج الحكمة في الحياة إن الإنسان يتعامل مع الأمور بحكمة فالله سبحانه وتعالى يقول في مثل هالمواطن اذكروا نعمة الله أنه أنا عطيتكم شنو؟ حكمة يعني بالليل تحط راسك على المخدة وإنت مرتاح ما تقعد أنت طول الليل تفكر ويهجرك النوم ولا تكون مثلا طول النهار في أروقة المحاكم ولا إنك كلما انتقلت من مجلس إلى آخر ذكرت فلانا وما فعل بك وفلانا وما فعل بك أنا أعطيك طريق تريح بالك تعيش حياتك تستمتع بهالحياة وتعمل لحياة الآخرة هذه حكمة الحياة إنه ترتب أمورك فالفجور في الخصومة ما رح يحقق لك هذا رح يخلي النار تغلي في صدرك على طول ورح يخلي ردود فعل من الطرف الآخر وتجرك للمحاكم وللمخافر والطيق والسباب والاتصالات التليفونية والسهار والقلق والاكتئاب وإلى آخر بعد أثنين توجيه شعوري ولا تنسوا الفضل بينكم الله يقول للأزواج إذا بتطلقون لا تنسون الأيام الحلوة اللي كانت بينكم لا تنسوا الكلمات الحلوة اللي كنتوا تقولونها حق بعض هذا شي سوي من يتذكر هذه الأشياء يطخ يهدأ بدالما وسوسة الشيطان فلانة قالت عنك تذكر يوم قالت شي تذكر شون طالعتك خزتك تذكر يوم قالت لك اسكت لا تكلم على أهلي تذكر أهلي أحسن من أهلك تذكر كذا الكلمات الموزينة الشيطان يعيدة لكن الله سبحانه وتعالى شي يقول يقول لا انت اشتغل باتجاه آخر شنو الاتجاه ولا تنسوا الفضل تذكر روحك بالأيام الحلوة لعل الله يصلح بينكم ثلاثة التحذير من سوء العاقبة في الدنيا والآخرة ولا تتخذوا في آية الطلاق ماكو هذه اللي يروح يرجعها بآخر لحظة موني بيها حتى يعذبها الله سبحانه وتعالى يقول ولا تتخذوا آيات الله يعني أحكام الله الأحكام هذه هزواء لا تسوونها ملعبة واعلموا أن الله بكل شيء عاليم داخلك شنو وبرشت بيتسوي وشنو سويت هذا كله مسجل وما رح يتركك لا بالدنيا ولا رح يتركك شنو بالآخرة وانت نفس الشيء إذا كان سعيج لإسقاط هذا الإنسان تشوي صورته كذا كذا انتقاما فجورا في الخصومة لا تنسين رقابة الله ماذا نفعل عند الفجور في الخصومة واحد لا نفقد اتزاننا الأخلاقي والإيماني والتقوى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقصد ولا يجرمنكم شناءان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى مهما كنت تكره المقابلك تبغض خصم لك شديد الخصومة لكن في الموقف أكو عدل وأكو ظلم وين تروح لا تفقد اتزانك انت مؤمن متقي اعدل واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون طيب إذا سويت شديد ما هي النتيجة وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم إذا التزمت بهذا هذه النتيجة اللي الله يعطيك إياها شنو الفرق بين العدل والقصد كمعلومة ونختم فيها المجلس ما الفرق شوفوا هني هم ياب العدل وهم ياب القصد بالمناسبة كلمة القصد أكو اختلاف هل هي كلمة لاتينية دخلت للعربية ولا كلمة عربية راحت للاتينية لأنه انت تقول قصد وهذاك شي يقول جست انت تقول قصطاس ذاك يقول جستس نفس الكلمة هي بس من الجذر من وين ياه هذا ولا ذاك الله أعلم بس شنو الفرق بين القصد وبين شنو وبين العدل يقول ايه العدل أن تبدأ أن تبدأ بهذا والقصد أن تعالج الخلل يعني إذا وقع ظلم فأتيت وأصلحت الأمر فأنت قد أقصدت وإذا ابتداءا إن بدأت بالطريقة الصحيحة فأنت قد عدلت هذا الفرق ولذا الآية هم يابت عدل وهم يابت شنو قصد فإن فاءت فأصلحوا لمن يصير نزاع فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقصطوا يعني شنو أصلحوا بينهما بالعدل يعني من البداية عطوا لي كل واحد حقه مو بس إصلاح عطوا لي كل واحد حقه طيب لو ما عطينا كل واحد حقه وما عالجنا الأمر بشكل صحيح وأقصطوا يعني اداركوا الأمر وتدخلوا وأعيدوا الحقوق إلى أهلها إن الله يحب المقصطين إنما المؤمنون إخوة هذه الحالة اللي الله يبيها مثل الجنة الله يبي يخلي أكو صورة صغيرة منها الوقت أدركنا ومعلومات كثيرة نكتفي بهذا المقدار نأتي الآن إلى أهل البيت عليهم السلام وكيف كانوا في حالة الخصومة في حديث جدا رائع عن الإمام زين العابدين عليه السلام يقول عليكم بأداء الأمان فوالذي بعث محمدا صلى الله عليه وآله بالحق فوالذي بعث محمدا بالحق نبيا لو أن قاتل أبي الحسين بن علي عليه السلام اعتمنني هذا خصمي وشديد الخصومة وقاتل أبي لكن في الموقف هذا شنو أسوي اعتمنني على السيف الذي قتله به وش كتر الصورة بشعة إنه يبلك هالسيف اللي قتل فيه الحسين ويقول هذي ماذا أمان عندك يا علي لأديته إليه هذه التقوى في التعامل مع الآخر أي أن القيمة والمبادئ بهذا المستوى من الأهمية بحيث لا يمكن التنازل عنها حتى في مثل هذه الصورة البشعة هكذا هي مدرسة الحسين في يوم العاشر حيث لا يقبل الاستسلام التزاما منه بما آمن به وبمبادئه وهي كذلك مدرسة زين العابدين التي نحتاج إلى أن نتعلم منها الكثير السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته